موسيقى الجبوري يبحث مع الصدر الاصلاحات الحكومية المرتقبة والاحرار تهدد بالنزول للشارع في حال وصول الاصلاحات لطريق مزدود موسيقى توقف الاشتباكات في الفلوجة اذر اعتقال داعش العشرات من ابناء العشار وتعزيزات عسكرية تصل للمدينة تمهيدا لاغتحامها بعد عرض قناة المداوث تثبت سرقته وزيرة الصحة تعلن العثور على المصدر المشع في البصرة موسيقى مقتل ثلاثين شخصا باربع تفجيرات بمنطقة السيدة زينب في دمشق والمعارضة السورية والنظام يبديان استعدادهما لقبول هدنة مؤقتة موسيقى نشرة الاخبار من المدى اهلا بكم الى تفاصيلها بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التغييرات التي يعتزم العبادة اجراؤها في الحكومة المقبلة الجبوري اوضح في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ان الاجتماع تضمن موضوع تشكيل الحكومة المقبلة واهمية اقناع الشعب العراقي بان مؤسسات الدولة في مقدمتها البرلمان والحكومة يجب ان يقدم ما هو ملموس بشكل واضح ينعكس على حياة الناس ووضعهما مبينا ان جدية مساعي العبادي لاجاد حكومة جديدة تحتم على البرلمان التعاطي بجدية مع هذا الموضوع من جانبه هدد رئيس كتلة الاحرار النيابية النائب ضياء الاسد بالنزول لشارع في حال وصول الاصلاحات لطريق مزدود واوضح الاسد ان مهلة الخمسة والاربعون يوما التي منعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الحكومة متزال قائمة موضحا ان كتلته تتابع بيانات الصدر كون فيها خطوات مهمة للبلاد الى ذلك اكد محافظ بغداد على التميمي ان زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى بغداد دليل على جدية مشروعه الاصلاحي مبينا ان الصدر يتابعا كثب الاجراءات الاصلاحية من خلال عقده اجتماعات مع الجهات السياسية المختلفة زيارة سماحة السيد مقتدى الصدر اليوم او منذ يوم امس لمحافظة بغداد هي زيارة مهمة ودليل على جدية سماحة السيد بطرح مشروعه الاصلاحي واللجنة الاخيرة التي طالب بها اليوم سماحة السيد يراقب الاجراءات الاصلاحية عن كثب هناك رقاءات كثيرة عقدها سماحة السيد مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والدينية وحقيقة وصول سماحة السيد اليوم او يوم امس لها محمد بغداد هو عندما رأى ان العملية السياسية قد وصلت الى طريق مزدود وهناك بعض الكتر السياسية والاخوة السياسيين الذين لا يؤمنون بالاصلاحات ولا يؤمنون بالتغيير اليوم الورقة الاصلاحية كانت موجهة للشعب فاليوم سماحة السيد هو سيكون قريبا من مركز القرار في محافظة بغداد وقرب اهالي بغداد باعتبار ان محافظة بغداد تمثل 25% من شعب العراق وكانت كتلة دولة القانون قد كشفت عن اتفاق بين رئيس الوزراء العبادي ومجلس النواب على تشكيل لجنة برلمانية تتشارك مع لجنة حكومية للاتفاق على اعضاء الكابين الجديدة وتوقع عضو الكتلة رسول ابو حسن ان يكون المشروع الاصلاحي جاهز خلال فترة 30 يوما بغية تقديمه لمجلس النواب للتصويت عليه ومنحه الثقة مرجحا ان يتراوح حجم الكابينة الوزارية جديدة بين 15 الى 18 وزارة في غضون ذلك نفى حزب الفضيلة منح كتلته النيابية رئيس الوزراء حيدا العبادي تفويضا خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت امس السبت بيان للحزب وضح ان الدستور العراقي لا يجيز لمجلس النواب تفويض صلاحياته الحصرية للسلطة التنفيذية مبينا انه من الضروري تحديد السياقات والسبل القانونية التي يمكن اعتمادها لمعالجة القضايا المتعلقة بادارة مؤسسات الحكومة ومنها اجراء التعديلات الوزارية التغييرات الوزارية التي يعتزم رئيس الوزراء القيام بها لاخراج البلاد من الازمات المتوارثة بعد عام 2003 تأرجحت في اروقة الساسة بين مؤيد ورافض لها منذ اعلان رئيس الوزراء حيث العبادي دعوته لاجراء تغيير لوزارته تباينت ردود افعال القوى والكتل السياسية بين مؤيد ومعارض واخر انتهج خطا وسطا مما صعب المهمة باجراء التغييرات حيث ابدأ تلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي تحفظه على الاصلاحات وتشكيل حكومة تكنقراط موضحا ان العبادي وصف حكومته الحالية بانها حكومة تكنقراط وان جلهم من حملة الشهادات العليا لدى عرضها على مجلس النواب واضاف ان العبادي اليوم يسجل فشلها ويريد استبدالها بحكومة جديدة وجاء هذا الموقف بعد اعلان الوطنية ان معالجة الاختلالات وتصويب المسارات لا يرتبط بتغيير الوزارة وانما وضع خارطة طريق تعدل انحرافات العملية السياسية وتفتح الطريق امام الخروج من الطائفية السياسية وتحقق المصالحة الوطنية اما اتحاد القوى العراقية فقد جدد دعوته لان يكون التغيير الوزاري المزمع اجراءه لا تجع عن حوار جاد وبناء بين العبادي والكتل السياسية محذرا من الانفراد في اتخاذ قرار تغيير الكابينة وعدم الالتزام بالتوفق السياسي مشيرا الى ان ذلك قد يزيد المشهد العام تعقيدا ويعيد الامر الى المربع الاول بالمقابل جدد رئيس المجلس العلاي الاسلامي عمار الحكيم رأيه بالدعوة الاعتماد على التكنقراط والمستقلين شريطة ان يكون التغيير شاملا للجميع معتبرا ان المشكلة لا تكمل في كون الوزير مستقلا او ينتمي الى جهة سياسية انما في النظم الادارية والتعقيدات البيروقراطية من جهته اعتبر التيرو الصدري ان زعيمه وضع النقاط على الحروف وحمل المسئولية الكاملة للكل وطالبهم بالتعاون مع المشروع الاصلاحي الذي طرحه العبادي خاصة وانه اكد وجود خطوات لاحقة تعزز رأي الشارع وتؤكد ضرورة الاصلاح الحكومي الى ملف الموصل حيث كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي عن تنص العبادي خلال تضيفه في مجلس النواب الاجابة بشأن تقرير سقوط مدينة الموصل شوقي اشار الى ان العبادي يدركوا بان المتورطين بالملف هم من كبار المسؤولين بالدولة مؤكدا ان رئيس الوزراء اعتبر التحقيق بالتقرير شأن يخص القضاء فقط مشاهد كثيرة بدأت تلوح بالافق بعد اعلان تحالف القوى العراقية رفضه مشاركة الحجد الشعبي في العمليات العسكرية لتحرير الموصلة فالبعض بدأ استغرابه من القبول بقوات تركية وربض الحجد فيما وجد اخرون ان قرار المشاركة يجب ان يكون بيد القائد العام للقوات المسلحة الحد من الجدل نتابع لم ينتظر تحالف القوى العراقية طويلا للرد على ما قاله العبادي لمجلس النوابي بخصوص مشاركة الحجد الشعبي في معركة تحرير نينو المقبلة حتى سارع اسام النجيف لعقد اجتماع لوزراء ونواب تحالف القوى الذي عبر عن رفضه دخول قوات الحجد الى الموصل مبديا قلقه من جعل المعركة ذات طابع طائفي لكن نائب عن الموصل يبدي استغرابه من التعامل والتعاون مع القوات التركية والتحفظات التي تطلق على دخول قوات الحجد الى الموصل من بعض الكتل السياسية القول بان مشاركة الحجد الشعبي سيؤدي الى ان تكون المعركة طائفية هذا وصم لاهل السنة بانهم داعش وهو اتهام مرفوض فداعش لا دين لها فضلا ان يكون ادها مذهب احنا كنا نقول الان يعني هو الحجد الشعبي لو استعين تمت الاستعانة به هو سوف يقاتل من اذا كنا نقول ان الحجد الشعبي راح يقاتل السنة فهذا معناه ان نتهم السنة بانهم داعش وهذا اتهام مرفوض ما يقبل انسان داعش لا دين لها فضلا ان يكون لها مذهب فيما يرى اخرون ان القياد العام للقوات المسلحة هو المسؤول عن مشاركة الحجد في معركة الموصل لتقديم الدعم والإسناد للقوات الأمنية في ملء المناطق الصحراوية التي تحيط محافظة نينوة أي قوة تقضي على داعش من أي جهة كانت عراقية يجب أن نرحب بها لأن هؤلاء ارتكبوا جرائم بشعة بحق الشعب العراقي فلذلك القائد العام للقوات المسلحة هو القائد أيضا للحجد الشعبي المسؤول الأول والأخير عن معركة تحرير محافظة نينوة هو القائد العام للقوات المسلحة وفق الدستور وفق القانون ونحن نلتزم بما يراه السيد القائد العام في ضرورة إشراك الحشد من عدمه وهناك أكثر من سبعة آلاف متطوع من أبناء المكون الشبكي والتركماني من أهالي الموصل منضوين في تشكيلات الحشد الشعبي يعتزمون مشاركة القوات الأمنية في عمليات التحرير حشد الموجود الذي يفض بها دخول عندما قال أسامة نجي في الأهالي النينوة سيفو يحررون محافظة نينوة أبناء هذه الحشد هم أصلا من أهالي محافظة نينوة وبالتالي الإزواجية بالمعايير هذا مرفوض تماما باعتبار هناك آلاف من الشبك ومن التركماني الأزيدية من المسيح ومن العرب السنة أيضا منضوين تحت الحشد الشعبي الذين يرغبون في تحرير هذه المناطق في إسرعها ونقول للسياسيين كفاءة تدخل في أشؤون العسكرية الخلافات الدائرة بشأن مشاركة الحشد في عمليات تحرير نينوة ما هي إلا ترجمة حرفية لصورة الصراع الذي تديره دول إقليمية في العراق من بغداد محمد صباح المدى ونبقى في ملف محافظة نينوة حيث أكد النائب عن المحافظة حنين قد وأن هناك ما يحاول فرض صفقات سياسية على الحكومة في عملية تحرير نينوة وقال قد في تصريح للمدى أن العراق يمتلك جميع القدرات والمؤهلات لتحرير المحافظة إلا أن هناك ما يساوم على معاناة أبناء الموصل من قبل الكتل والشخصيات السياسية موضوع التحرير محافظة نينوة بشكل عام ومدينة الموصل بشكل خاص يبدو أنها أرض لموضوع الصراعات السياسية والأجندات الداخلية والمرتبطة بالأجندات الخارجية وبالتالي هناك من يحاول فرض صفقة سياسية معينة أو طبخة سياسية معينة في عملية تحرير محافظة نينوة على الحكومة العراقية هذه مشكلة كبيرة نحن الآن أعتقد نمتلك الإمكانيات والقدرات لتحرير محافظة نينوة إذا تم التعويل وإستخدام الحجد الشعبي في موضوع التحرير لكن هناك من يحاول أن يضع الشروط والخطوط الحمراء من جهة أخرى انتقدت النائبة عن نينوة انتصار الجبوري استمرار الحكومة بقطع رواتب موظفي المحافظة بذريعة التدقيق بأسماء هم لمعرفة المنتمين منهم لتنظيم داعش فيما دعت خلال مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان الحكومة إلى صرف منحة مالية للموظفين لحين إكمال الإجراءات التدقيق تمر الأيام وتزداد معاناة أهالي نينوة الإنسانية حتى وصلت لمراحل خطيرة تهدد حياة أكثر من مليوني مواطن بمجاعة حقيقية يعيشون في المحافظة ويعانون من قلة الغذاء والدواء وانقطاع الماء والتيار الكهربائي عن المحافظة منذ أشهر كثيرة وسط تحذيرات أممية بأن الوضع الإنساني سيء للغاية مما يتطلب دعم حكومي لهم ومما زاد الطين بل وفاق ما من الأزمة الإنسانية هو قيام الحكومة بقطع الرواتب عن الموظفين في الموصل بحجة تدقيق الأسماء للموظفين المنتمين للدوائش وبعد ضغوط ومطالبات للحكومة نطالبها بإطلاق الرواتب للموظفين كما أكد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية راعد الدهلة كيعدم تسلم نسبة الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين إلى وزارة الهجرة والجهات المسؤولة عن هذا الملف داعي أن الحكومة لا تحمل مسؤوليتها وإرسال المبالغ وفقا لما جاء في الموازنة الاتحادية نسبة استقطاع من رواتب الموظفين بنسبة 3% منها 40% لدعم النازحين تم الاستقطاع من قبل الموظفين والمتقاعدين لمدة شهرين لكن لحد الآن لم ترصد هذه المبالغ المستقطعة إلى وزارة الهجرة والمهجرين وإلى المؤسسات المسؤولة مثل اللجنة العليا اللي غافة حيواء النازحين المسؤولة على النازحين هذه الأموال التي تسنى لها صرفها إلى النازحين اللجنة تعتقد أنه اليوم على الحكومة الاتحادية ووزارة المالية أن تتحمل المسؤولية الكاملة في رصد هذه الأموال وإيصالها إلى النازحين في هذه الظروف الصعبة الى الملف الامني اهلا بكم وتحديدا في الانظار حيث اعلنت مصادر امنية ومحلية في مدينة الفلوجة توقف الاجتباكات بين ابناء العشار ومسلحي تنظيم داعش اثر قيام التنظيم باعتقال العشرات من ابناء المدينة مصدر امني قال ان المواجهات توقفت بسبب قيام التنظيم باعتقال اكثر من 110 اشخاص من اهالي المدينة وضيفا ان ابناء العشار في احياء نزال والجولان والحي العسكري تراجعوا في المواجهات خوفا على مصير المعتقلين هذا وعرب قائم مقام الفلوجة عن قلقه من ان يقوم داعش بعملية اعدام لاهالي المدينة بحجة التعاون مع القوات الامنية في غضون ذلك وصلت تعزيزات عسكرية مدرعة من بغداد الى محيط مدينة الفلوجة استعدادا لاقتحامها وتطهيرها من تنظيم داعش مصدر امني اوضح ان القوات القتالية والعسكرية التي وصلت الى مواقعها شرعت بنشر وحداتها وقناصها على السواتر الامامية مع نشر الدبابات ودروع ووحدات المدفعية مؤكدا ان هذه القوات بانتظار الامر النهائي لبدء معركته تحرير الفلوجة وضاف المصدر ان القوات الامنية شرعت بانشاء سواتر على امتداد 7 كيلو مترات لفصل وعزل المناطق التي يسيطر عليها داعش في القرمة شرقي الفلوجة وكانت القوات المشتركة قد تمكنت من احكام السيطرة على مدينة الفلوجة بشكل كامل مع فتح معابر لخروج المدنيين تمهيدا لاقتحام المدينة وتطهيرها من تنظيم داعش الذي بات يعاني مرارة الانكسار بسبب قطع الامدادات عنه بعد تحرير قرية البوشجر المحاذية لمدينة الفلوجة احكمت القوات الامنية المشتركة الطوق والحصار حيث تمكنت من قطع طرق الامداد عن عناصر التنظيم قياداته داعش التجأت لاعدام بعض المقاتلين سبب انسحابهم جراء الانهيار الحاصل العدو من خلال المعارك والمجابهات هو الواصل الى خط الامداد عن طريق الرمادي احنا من مسكنا وحررنا هاي المناطق حتى الذخيرة والامدادات بعد راحت قليلة اصبحت عالية لان فلوجة محاصرة من جانب بغداد والعمرية ومنها من جانب الحبانية محاصرة ومن جهة البوشجر اللي احنا ماسكينه احتبرت محاصرة هناك بعض الاشخاص تم اعدامهم من قبل قيادات داعش بسبب الانهيار اللي حصل عندهم نقص في التغذية نقص في الاسلحة بالاعتداء عندهم منهارين هسا هم منهارين بهذا الوقت منهارين التنظيم وبعد خسائره المتتالية اتخذ من المدنيين دروعا بشرية لاعاقة تقدم القوات الامنية المشتركة فتح ثلاثة معابر لمرور العوائل التي حصرت جراء العمليات العسكرية وتأمين مسالك امنات من قبل القوات الامنية كان من اولويات القطعات المتواجدة هناك تم تبليغ العوائل واصال رسالة الى العوائل تم فتح ثلاثة معابر المعبر الاول هو عاملية الفلوجة المعبر الثاني هو عن طريق الحبانية المعبر الثالث عن طريق السقلاوية وكما تعلمون اليوم وردت الينا معلومات ان هؤلاء الدوائش يستخدمون الاطفال والنساء دروع بشرية بل قاموا بقتل الناس العزل لمنعهم من الخروج لكي يصبحوا دروع بشرية لاختحام الفلوجة ويعتبر مراقبون تحرير مدينة الفلوجة التي تعد الشريان الرئيس لمحافظة الانبار بداية نهاية تواجد التنظيم في المحافظة لقناة المدى الفضائي سجل الربيعي الانبار احبطت القوات الامنية هجوما انتحاريا بعجلتين مفخختين لتنظيم داعش استهدف حاجزا امنيا جنوبي الفلوجة رئيس مجلس ناحية عمرية الفلوجة بشاكر العساوي ذكر ان قوة امنية مسنودة بافواج من الحاج العشائري تمكنت من استهداف عجلتين مفخختين يقودهما انتحاريا اثناء محاولتهما استهداف حاجزا امني بالقرب من قبر عطوان جنوبي الفلوجة مبينا انه تم تدمير السيارتين قبل وصولهما الى اهدافها امنيا ايضا اعلن قائد وعمليات الانبار اللواء ركن اسمعيل محلاوي رسميا تحرير كامل منطقة الحامضية شمال شرقي الرمادي مشيرا الى ان العملية اصفرت عن قتل العديد من عناصر داعش والاستيلاء على اسلحتهم ومعداتهم وتدمير خمس سيارات مفخخة قيادة عمليات الانبار اكملت اليوم عملية تحرير منطقة الحامضية شمال نهر الفرات ضمن مناطق جزيرة الخالدية العملية نفذت من قبل قطعات من الفرق الالية العاشرة وجحف المعركة 36 للفرق المدرعة التاسعة ولواء المشات 50 اسفرت العملية عن قتل 147 مسلح وكذلك تدمير اربع عجلات مفخخة اضافة الى تدمير ثلاث عجلات حمل كية تحمل رشاشات احادية وكذلك تدمير اثنيا مدفع عيار 23 ملي مقاومة طائرات اضافة الى تدمير شفل مفخخ وتدمير مدفع اسبي جناين مقاومة دروع كذلك تدمير 13 دراجة نارية يتي هذا في وقت قتل 60 عنصرا من تنظيم داعش على ايد القوات الامنية في عملية واسعة النطاق نفذت في الحمضية شرقي مدينة الرمادي عمليات الانبار قالت في بيان لها ان العملية اسفرت ايضا عن تفجير وتفكيك اكثر من 50 عبوى ناسفة وتدمير عدد من اوكار التنظيم بالمنطقة والاستيلاء على اعداد كبيرة من الاسلحة والاعتداء من جهة اخرى قصف طيران التحالف عددا من مواقع داعش في مناطق مختلفة من قضاء هيد غرب الرمادي اصفرت عن مقتل العشرات من الارهابيين هذا واعلن مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الانبار مقتل 17 عنصرا من تنظيم داعش خلال معارك تطهير شمالية الرمادي واضح رئيس المجلس علي داود ان القوات الامنية نفذت عملية عسكرية لتطهير منطقة البعبيد من سيطرة عناصر داعش مبينا ان العملية اصفرت ايضا عن تدمير عدد من العجلات مثبت عليها مدفع رشاش ومنصة لاطلاق الصواريخ كانوا يستقلونها فيما اضاف الى ان القوات الامنية تتقدم بمعارك تحرير منطقة البعبيد بدعم من طيران التحالف الدولي وكانت القوات الامنية قد فرضت حضرة شاملة للتجوال على منطقتين حديثة والبغدادي غربي محافظة الانبار الى اشعار اخرى المتحدث باسم فوجي طوارئ شرطة المحافظة الملازم سعود العبيدي قال ان الحضرة شمل سير الاشخاص والمركبات والدراجات الهوائية والنارية مبينا ان الحضرة جاء على خلفية استهداف القوات الامنية رطلا لداعش قادم من منطقة الرقة السورية باتجاه مناطق غربي الانبار ما ادى الى مقتل واصابة العشرات من عناصرهم الى ذلك وصلت دفعة جديدة من القوات الامريكية الى قاعدة عين الاسد غربي محافظة الانبار بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لتحرير مناطق غربي المحافظة القيادي في مجلس العشار المتصدي لداعش ترك العايد اوضح ان المعلومات تفيد بان القوات الامريكية ستنتشر بالقرب من الحدود العراقية السورية لضبط ورز حركة تدفق المقاتلين الاجانب من العراضي السورية باتجاه العراق مؤكدان ان القوات الامنية قادرة على تحرير كافة الاراضي التي يسيطر عليها داعجون الاستعانة باي قوة اجنبية وفي موضوع دعم المنتج الوطني تفقدت لجنة من وزارة الدفاع المصانع العائدة لوزارة الصناعة والمعادن بهدف الاطلاع على المنتجات الوطنية التي يمكن الاستفادة منها في تجهيز القوات العسكرية واكد امين عام وزارة الدفاع الفريق الركن محمد جواد ان عام 2016 سيكون عام التعاقد مع وزارة الصناعة نظرا للمنتجات التي تقوم بصناعتها وتلبي حاجة المقاتلين فيما اشار مدير عام شركة الصناعات الجليدية او الجلدية احمد الكعبي الى ان وزارة الصناعة جاهزة لتزويد جميع الوزارات بالمنتج الوطن الذي لا يقل شان عن نظيره الاجنبي وزارة الدفاع جادة في التعاقد مع وزارة الصناعة لتجهيزنا بما تتمكن وزارة الصناعة من انتاجه اليوم حبينا انه نتأكد اني والوفد المرافقية من وزارة الدفاع حبينا ان نتأكد من الطاقة الانتاجية للوزارة لوزارة الصناعة لمعاملها واعتقد اليوم صرنا على قناعة تامة بانه سنة 2016 قدر الامكان معظم عقودنا اللي تقدر وزارة الصناعة انتجهزنا بها رح نتعاقد معها احنا لمسنا تفاعل ايجابي وقوي جدا من قبل وزارة الدفاع من قبل سيد وزير الدفاع ومن قبل سيد الامين العام لوزارة الدفاع وكانوا حريصين كل الحرص على زيارة معاملنا ومثل ما تفضل سيد الامين العام لوزارة الدفاع مزيارة الاولى الجناب الكريم زار مصانعنا وطلع على الخطوط الانتاجية وهو حريص جدا على التعاقد المباشر مع الصناعة الوطنية مثل ما تفضل سيد الامين العام شاف الخطوط وطلع على الطاقات الانتاجية يطلع على نوع المنتجات ونحن جادين وعازمين على تلبية احتياجات وزارة الدفاع والوزارات الأخرى بأفضل المنتجات وضمن المواصفات الفنية اللي هم يطلبوها أعلنت وزيرة الصحة والبيع عديل أحمود العثور على المصدر المشعل الذي فقده في وقت سابق بمحافظة البصرة وقال تحمود أن المصدر المشعل تم العثور عليه بالتعاون بين شعبة مكافحة المتفجرات في الزبير ومديرية بيئة البصرة تعاون المشترك مع مديرية بيئة البصرة ومديرية مكافحة المتفجرات في البصرة العثور على المصدر المشعل الذي تم فقدانه من قبل أحد الشركات العاملة في حقول النفط والجهود التي استنفرت من كافة الجهات على رئيسها مديرية بيئة البصرة والمديريات البيئة في المحافظات للبحث عن هذا المصدر المفقود توصلت المديرية بيئة البصرة على التعرف بعد العثور على جسم غريب من قبل مديرية مكافحة المتفجرات في البصرة خلف أحد محاطات الوقود في الزبير أن هذا الجسم الغريب الذي تم العثور عليه هو المصدر المشعل المفقود من جهة أخرى أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة أن الجهاز الإشعاعي المسروق من أحد الشركات النفطية الأجنبية تم العثور عليه ملقى قرب سوق شعبية في قضاء الزبير وأوضح رئيس اللجنة جبار الساعدي أن قسم مكافحة المتفجرات عثر على الجهاز الإشعاعي المسروق ملقا على قارعة الطريق فرعي قرب سوق سوادي في مركز قضاء الزبير مبينا أن الجهاز تم العثور عليه في ضوء إبلاغ تقدم به أحد المواطنين من أبناء المنطقة وكان برنامج ناسو حكومة الذي تبثه قناة المدى قد عرض وثاق سرية وشخصية تكشف عن سريقة مصدر إشعاعي خطير من مخازن شركة SGS الخاصة بحفظ أجهزة شركة واذرفورد الأمريكية لاستخراج النفط وتشير وثيقة صادرة عن جهاز الأمن الوطني إلى خطورة بقاء المصدر خارج السيطرة مما قد يسهل على الجماعات الإرهابية استخدامه ضد المدنيين هذه الوثيقة إذا الزملاء يعرضون إياها بشكل أوضح تقول معنونة طبعا الوثيقة إلى السيد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة المحترم طبعا سري وشخص الكتاب هذا يا جماعة الموضوع سرقة مصدر مشع نرفق لكم طين رسالة جهاز الأمن الوطني المرقم ميم 4-107-95 في 12-11-2015 والمتضمنة سرقة مصدر مشع من شركة واذرفورد النفطية الأمريكية الواقعة في محافظة البصرة منطقة الرافضية مع العرض أن المصدر المشع خطر جدا جهاز الأمن الوطني يبلغ لجنة الأمن في مجلس محافظة البصرة أن الجهاز المشع خطر جدا ويستخدم في عمليات التصوير الصناعي والحافظة التي تحتويه شبيهة بحقيبة الحاسوب يعني هنا ينطي مواصفات دقيقة للمصدر الإشعاعي والمحتمل استخدامه في العمليات الإرهابية شوفوا منين تجو خطورة استخدام هذا الجهاز إذا وقع بناس ما تعرف تستخدمه بالله سلم يعرف يستخدمه هذا يسبب ضرر شخصي لكن إذا ناس متقصدين سرقة هذا الجهاز وراح يعرفون إش وقت يستخدموا هذه الكارث بعد أن عجزت الحكومة عن تفعيل القطاعات الزراعية والصناعية لتعظيم موارد الدولة لعبور الأزمة المالية تجهت نحو المواطن لتثقل كاهله من خلال رفع الرسوم والضرائب الأمر الذي يواشر ضعف أدوات الحكومة في التخطيط والارتقاء بالواقع الاقتصادي اللجوء إلى المواطن في تلافي الأزمة المالية كان الحل الأكثر فعليتان بالنسبة للحكومة لمواجهة أزمة التقشف التي تعانيها جراء انخفاض أسعار النفط الحاد الذي أثر بصورة مباشرة على الوضع الاقتصادي للبلاد إجراء ابتدأته وزارة الصحة في مؤسستها وربما ستكون الطريقة لباقي الوزارات الخدمية لتنتهج ذات المنهج في محاولة لتعظيم مواردها المادية انخفاض أسعار النفط أدى في النهاية إلى الإقدام على إصلاحات جديدة تتمثل ببناء الدولة بطريقة الصحة بطريقة مؤسساتية نستطيع من خلالها أن نجد مصادر أخرى لدعم الموازنة العراقية والاتجاه نحو القطاع الخاص وهذا الاتجاه الصحيح الضرائب إذا فرضت ستقدم للمواطنين كخدمات في المستقبل فالضريبة هي ليست عاملا ضارا بالاقتصاد وإنما عاملا مهما في توفير موارد مالية لازمة تستخدم لتقديم خدمات متميزة للمواطنين فرض رسوم على المواطن يمثل خرقا واضحا وانتهاكا صارخا من الحكومة تجاهه بذريعة معالجة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد متناسين في الوقت نفس حالة الركود المالية لأغلب تلك العوائل بحسب مختصين راتب اليوم هو الإنسان بيش يعيش يعني حفظ كرامته يعني اليوم إذا إذا تضغط على المواطن بهذه الطريقة فأعتقد المواطن يعني ما أعتقد رح يسكت على هذه الخرقات والانتهاكات أنا اعتبرها تهكت حقوق الإنسان ومن ثم هذا أيضا انتهاك لم يكن هذا الإجراء حقيقة سليما بالوقت الحاضر لأنه حقيقة سيضع أعباء ثقيلة جديدة على كاهل المواطن لا سيما المواطن الفقير الذي يتجه إلى المؤسسات الصحية الذي يعتقد بأنها مجانية لأن أصبحت غير مجانية لأنها غير متوفرة فيها الأدوية نعم هناك طبيب يفحص ولكن أدوية غير موجودة فهي أساسا هناك عبع على المواطن إيجاد بدائل لموارد البلاد هو الطريق الأنسب لمعالجة الأزمة المالية خاصة أن كاهل المواطن مثقل بالهموم والمشاكل الاقتصادية نتيجة الركود الاقتصادية وقلة الواردات المادية له من بغداد ضياء حاتم المدى عبو جديد يضاف إلى كاهل المواطن الفقير فرضته وزارة الصحة عليه بعد رفعها رسوم أجور المستشفيات الأمر الذي أثبت أن حلول الخروج من الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد بات يدفع ثمنها المواطن البسيطة انطلاق وزارة الصحة في جباية إجور الخدمات الصحية منذ أكثر من سبعة أيام خيار استفز الطبقة الفقيرة كونه سيفرض مبالغ خارج قدرتهم المادية متمثلة بخمسة آلاف دينار عن رقود المريض يوما واحدا في المستشفى إضافة لرسوم العلاج والسنار والخدمات الأخرى نحن محافظات استجابوها على شون تجي المحافظات؟ على شونه؟ معلموا دستعر هو ليجي بالبلاش غير ما عنده فقير خو بيروح بالأبو بفلوس أحسن يعني محافظات كرا وكلها سلشعة بفلوس التحليل بفلوس يعني باشر عملية يصالها أسبوع والله العظيم خسرنا فلوس يا أبو فلوس وزارة الصحة تؤكدوا أن هذا المشروع معالجة الأزمة المالية ولتطوير القطاع الصحي متأملة اكتمال الموافقات على استقطاع الضمان الصحي من الموظفين لكي تقلل حجم الرسوم الصحية أما استقطاع أجور أي شخص يزور راقدين داخل المستشفيات فإنها تنفيذ ذلك عادة دراسة للمشروع من أجل أنه نحاول قدر إمكان التقليل من المتضررين بهذا القانون نعتقد إذا كان هناك تأمين صحي للموظفين وأيضا هناك استثناءات لهذا المشروع أعتقد هناك مرحل مواطني لربما عبئ مالي يعني مستوى وزارة الصح لا توجد أي تعليمات كاستفاء للأجور بخصوص المرافقين أو بخصوص الزوار عمليات استقطاع الرسوم عن الخدمات الصحية بظل جيوش العاطلين عن العمل وقلة الموارد المالية للمواطن نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن علاوة على حجم الأمراض وعداد المرضى التي أشرتها سجلات الوزارة تعد أزمة من نوع آخر تسير باتجاه الطبقة الفقيرة ياسر الحطاب قناة المدى بغداد وفي الديواني اعتصم العشرات من المواطنين أمام دائرة صحة المحافظة احتجاجا على ارتفاع الرسوم المفروضة على المواطنين المراجعين للدوائر الصحية والمستشفيات العشرات من المواطنين محافظة الديوانية نظموا وقفة احتجاجية أمام دائرة صحة الديوانية احتجاجا على قرار وزارة الصحة بفرض رسوم على المراجعين من المواطنين المرضى في المستشفيات والدوائر الصحية قبل عشرة يوم رحلت توجه أن رحلت للشعبية مالت حي رفع يتعلموا دي أشلحة لأنه بره غالي عدل أطباء لأخ الصائم أغلى وثلاثة آلاف دينار هذا الباصمة الشعبية طباء شلعت لي أنا وضعت 15 ألف دينار يعني سلعت 15 ألف دينار تشلحة أغلى محتم لأطباء اللي بره الله يرضي يعني هذي ما طلبي لنستة أمهار يريد نلغي القرار القرار رغى هذا القرار كله ما الخمسة أمين يجيب اللي هذي لا عشرة أيام خمسين أمين شبيع شبيع ابوه يبيع الفقير شبيع ابوه يبيع تمزوني شعدي ربع دينار ما عدي البعض وصف قرار الوزارة بالمجحفة في الوقت الذي حمل وزيرة الصحة مسؤولية التدهور الحاصل داخل المؤسسات الصحية مطالبين بإقالة وزيرة الصحة عديد حمود ما هي وقفة أهالي الدوانية هي المطالبة بسحب التسعيلة الحالية على الصحة وانطالب وزيرة الصحة إما الاستقالة أو سحب التسعيلة لأن هالفقراء ما عد استعداد أنه تدفع هاي الأثمانة الغالية ثم أنا أسألكم سؤال يا برلمانيين يعني ليش ليش تقشفكم بسرقاتكم وتحكسونها على المواطن الفقير يا حبيبي انتم سرقتونها وانتم بنهابتونها أثناء هاي الميزانات الفجارية والراحط هاي داعنا الصحة يسووني لمعون بها وما جابونها لحد الآن بدواني أي أجهزة نظيفة ماكو البارحة طاباني أشوفني مريض خمسة آلاف وطالع رجعت مرة ثانية قالوا رحت على مدوراك رح أجيب هنا وجيب يعني تعرفوا أنت لجراءة مال المستشفى خمسة آلاف يعني نطبتها وطالعها بخمسة عشر دينار والله تعال عد طيلة عد هذا رايح لزايرة أنا نروح لبخمسة عشر دينار وين عديلة وصي عديلة شوينس مش عديلة ويأتي هذا الاعتصام احتجاجا على قرار وزارة الصحة الأخيرة القاضي بفرض رسوم على المراجعين المرضى في المستشفيات والدوائر الصحية تابعة لها من أمام دائرة الصحة الديوانية علي قحطان المدى الغياب الواضح لدور الدوائر البلدية في بغداد سهم بشكل مباشر بتشويه معالم العاصمة من خلال تراكم النفايات وعشوائية البوع المتجولين حتى بدت الشوارع والساحات الرئيسة وكأنها مناطق نائية لا ترتقي ومكانة العاصمة بغداد هذه المشاهد قد تبدو للناظر بأنها لمناطق نائية أو مناطق أطراف المدينة لكن الحقيقة هي من قلب العاصمة بغداد أسلاك الشائكة وباع متجولين ونفايات طرزت شوارع المكان فاليوم نجد حال ساحات بغداد كحال أحيائها تشكل إهمال وعدم الاهتمام وأمانة بغداد ترمي الكرة بملعب الباع الجوالين من ناحية تراكم النفايات هناك فعلا تجاوزات الباع المتجولين تقوم دارة بلدية ذات بلدية الرصافة بحملات لمنع المتجاوزين ولكن سريعا ما يعود إلى هذه الأماكن رغم الحملات التي تقوم بها الدارة البلدية الباع المتجولين وفرازاتهم المستمرة للأسف تظهر جهود الأمانة كما لو أنها غير موجودة وللباعة المتجولين صوت حيث حبروا عن بأس حالهم المعيشي الذي دفع بهم إلى التنقل في الشوارع لكسب قوتهم اليومي ما تسبب في تشويه العديد من مناطق العاصمة أحنا بقاقيل وكنا ناس محافظات زين لا عدنا لا شغلة لا وظيفة لا أحد يلتفت علينا زين وين نروح تأس هاي العربان قدامها صندوق صندوق احنا ما محركين من نايا وعيفين الصناديق ورانا احنا كل ما نتحرك كل ما نروح نعزل خلق غراضنا كل إنشينا ونروح هذا التصوير على الصندوق ومسحة كل من نشوف هذا الشارع هذا التقاطع هذا النفق ما الطيران هاي البقاقيل ساحة الطيران تليها ساحة التحرير تمثلان مرحلة مهمة من تاريخ العراق حيث تنطلق منها يوميا مئات السواعد العاملة التي تشيد وتبني في كل جزء من أجزاء بغداد لا بد أن تجد من يمد لها يد العناية والاهتمام والإدامة من بغداد ندى المرسوم المدى إلى الشأن الاقتصادي كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية وجود فساد مالي وإداري في جولات الترخيص النفطية وأوضح عضو اللجنة زاهر العبادي أن اللجنة تتابع ملفات تابعة لوزارة النفط منها ملف جولات الترخيص وشركة النفط الوطنية وإنشاء المصافي في العراق مشيرا إلى أن متابعة هذا الملف يحتاج إلى وقت وجهد وتوفر وثاق تتعلق به أعلنت اللجنة المالية النيابية تشكيل لجنة فرعية نيابية لتقص الحقاق عن جولات الترخيص النفطية وكل في الانتاج وأكدت اللجنة في بيان لها أنها ستضيف عددا من المختصين بهذا المجال ودراسة الوثاق المتعلقة بجولات الترخيص مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارات تدقيقية لمقرات الشركات للاطلاع على آلية احتساب الكلف وضرورياتها وعولوياتها والتأكد من التكاليف المحسوبة والمصروف السابقة سجلت مبيعات البنك المركزية من مستوياتها منذ بداية العام الجاري 2016 في افتتاح جلزة مزاده الأسبوعي لبيع العملة الأجنبية بيان للمركز يوضح أن حجم المبلغ المباع بلغ 97 مليون وعشرين ألف دولار مبينا أن عملية البيع تمت بسعر صرف بلغ 1182 دينار مقابل دولار الواحد لافتا إلى أن جلسة البيع تمت بمشاركة 28 مصرفا و18 شركة للتحويل المالي أقرت السلطات المعنية في إقليم كردستان بعدم تطبيقها لقانون التعرفة الجمركية للبضاعة المستوردة والداخلة إلى محافظات الوسط والجنوب وعز نائب المدير العام لجمارك الإقليم عبدالقادر عبدالله سبب عدم تطبيق قانون التعرفة الجمركية للأخذ بنظر الاعتبار لازمة المالية وانعدام رواتب الموظفين وقلة الأموال لدى التجار كاشفا عن وضع الحكومة الاتحادية منذ نحو أسبوع مفارس جمرجية في الحدود بين إقليم كردستان ومحافظات الوسط إلى الشأن الإقليمي والدولي وتحديداً في سوريا إذ لقي ستون شخصاً مصرعهم وصيب العشرات بجروح في أربع تفجيرات وقعت في شارع التين بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق مصدر في الدفاع الوطني السوري أكد أن الانفجارات نفذت بثلاثة انتحاريين وسيارة مفخخة يشار إلى أن التفجيرات تأتي بعد نحو عشرين يوماً من مقتل خمسة وأربعين شخصاً على الأقل وإصابة تأميع وعشر آخرين في تفجير بحي سيدة زينب تبنى تنظيم داعش المسؤولية عنها في سوريا أيضاً كان تفجيران مزدوجان بسياراتين مفخختين قد ضرب مدينة حمص وسط سوريا ما أسفر عن مقتل ستة وأربعين شخصاً وإصابة العشرات وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان وقال المرصد إن موظم القتل هم من المدنيين مرجحاً اتفاع حصيلة الضحايا بسبب وجود عدد من الإصابات الخطيرة وأوضح المرصد أن التفجيرين وقعا في نفس المنطقة بوسط حمص وأن أحدهما نجم عن عبوة الناسفة فيما نجم الآخر عن هجوم انتحاري قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه مستعد لوقف إطلاق النار بشرط عدم استغلال المعارضة السورية لهذا الأمر في تحسين موقفهم واشترط الأسد أيضاً ضمان عدم حصول المعارضة المسلحة على الدعم اللوجستي من الدول التي تساندهما لقد أعلننا أننا مستعدون لذلك ولكن العبرة بما سيحدث على الأرض فوقف إطلاق النار أو دعني أقول وقف العمليات العدائية هو وقف للقتال في البداية لكن هناك عوامل أخرى هامة مثل منع الإرهابيين من استغلال وقف إطلاق النار لتحسين مواقعهم ومنع الدول الأخرى خاصة تركيا من إرسال المزيد من المسلحين والإرهابيين والعتاد وأي دعم اللوجستي لهؤلاء الإرهابيين من جهتها أعلنت المعارضة السورية استعدادها لعقد هدنة مؤقتة بشرط توفر ضمانات دولية على أن حلفاء دمشق بمن فيهم روسيا سيقفون إطلاق النار إضافة إلى رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات إلى كل أنحاء البلاد وقال بيان صادر عن الهيئة العليا للمفاوضات إن فصائل مختلفة من المعارضة السورية أبدت موافقة مبدئة على أمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة وأضاف البيان أن على كل الأطراف وقف أطلاق النار بشكل متزام كما يتعين على الحكومة السورية لإفراج عن المعتقلين في الوقت الذي تدار فيه الصراعات الدولية من أجل حل الأزمة السورية حققت قوات الجيش النظامية تقدما ملموسا بالحرب ضد تنظيم داعش بعد أن تمكنت من استعادة السيطرة على ثمانية عشر قرية في ريف حلب نتابع مع تراجع المحادثات التي تجريها الدول الكبرى والأمم المتحدة لإنجاح محادثات السلام السورية يواصل الجيش النظامي تحقيق نجاحاته في انتزاع الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة وأخرى يسيطر عليها داعش آخر مكاسب الجيش السوري وحلفائه السيطرة على ثمانية عشر قرية من تنظيم داعش في ريف حلب الشرقي ليصبح تحت سيطرتهم أربعون كيلو مترا من الطريق السريع الذي يمتد من حلب إلى الرقة معقل التنظيم وبهذا أصبحت جيش السوري على مسافة أقل من خمسة وعشرين كيلو مترا من الحدود التركية بفضل الهجوم الذي يعتمد فيه بشدة على الغطاء الجوي الروسي وحدات حماية الشعب الكردية سيطرت أيضا على مساحات جديدة داخل محافظة الحسكة وانتزعت أهم حقول النفط والغاز من يد داعش هذا التقدم أثار مخاوف تركيا التي أعلنت استعدادها إرسال جنود إلى سوريا إلا إنها عادت لتؤكد أن التدخل البري في سوريا سيكون ضمن التحالف الدولي وبموافقة الأمم المتحدة وذلك بعد وساطة من الولايات المتحدة في جينيف تتوصل جهود مسؤولين أمريكيين وروس للاتفاق على ورقة مشتركة لوقف العمليات العدائية في سوريا حيث دفعت جانب الأمريكي إلى إعلان توقيتها اعتبارا من بعد غد في حين سعت جانب الروسي إلى أن يكون الأول من آذار المقبل موعدا لبدء تطبيق ذلك كما ظهر خلاف عميق حول قائمة التنظيمات الإرهابية أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو وارتباط قوات حماية الشعب الكردية والعمال الكردستاني بالهجوم الذي وقع الأربعاء الماضي في أنقرة مشيرا إلى أن حكومته ستتخذ أجرات أمنية جديدة في البلاد بعد تفجيرات أنقرة سنقوم بوضع اللمسات الأخيرة على دراسة تشمل مفهوما للأمن مصمما خصيصا للعاصمة أنقرة وسوف نأخذ بعين الاعتبار في هذا التصميم الأمني الجديد ملامح العاصمة الشيء الوحيد الذي ننتظره هو الوقوف متضامنين معنا ضد أي جماعة تشكل تهديدا لتركيا من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أوردغان حق بلاده في تنفيذ أي عمليات تراها ضرورية لمواجهة التهديدات التي تواجهها وضف أوردغان أنه لا يمكن لأحد أن يقيد حق تركيا في الدفاع عن نفسها ضد العمليات الأرهابية كما لا يمكنه أيضا منع استخدامها هذا الحق وصلنا الآن إلى وضعية دفاع عن النفس لا أحد يمكن أن يقوض حقنا في الدفاع عن النفس أو يمنعنا من ممارسته حين يصل الأمر إلى مجابهة التهديدات المواجهة ضدها تحتفظ تركيا بحق شن أي عملية تراها ضرورية في سوريا أو في أي تربة تولد الإرهاب ولا يتعلق الأمر بسيادة الدول التي لا تستطيع الحفاظ على وحدتها الترابية بل الأمر يتعلق بإرادة تركيا حماية سيادتها قال مصدر رسمي أن موريتانيا عربت لجامعة الدول العربية عن استعدادها لاستضافة القمة العربية المقررة التي عقدها في المغرب وعوضح المصدر أن موريتانيا طلبت في السابق استضافة القمة العربية عام 2017 حسب الترتيب الأبجدي بعد المغرب مضيفا أن نوكشوت أبلغت الجامعة العربية رسميا عبر القنوات الدبلوماسية عن استعدادها لاستضافة القمة بدورتها السابعة والعشرين والتي كان من المقرر أقدها في المغرب على أن يحدد موعدها بالتنسيق مع جامعة الدول العربية أخيرا مفاجأة من العيار الثقيل أطلقتها المغرب بعد أعلانها عدم رغبتها استضافة القمة العربية المقررة في آذار المقبل حيث أكدت عدم وجود جدوى فعلية من هذه المؤتمرات التي تصدح فيها الحناجر للخطب وتوجيه الدعوات التي لا تكون ملزمة لأي طرف نتابق مع بادي العدل عكسي لانطلاق القمة العربية السابعة والعشرين والمقررة في مراكش المغربية فاجأت المغرب رئاسة الجامعة بعدم رغبتها باستضافة القمة المقررة في آذار المقبل معللة ذلك بعدم توفر ظروف الموضوعية لنجاحها بيان الخارجية المغربية كشف عن وجود شبه إجماع عربي رسمي على عدم جدوى الجامعة العربية التي لا تتعدى اجتماعاتها سوى مناسبات موسمية لإلقاء الخطب ومصالحة الزعماء العرب المتخاصمين وتكتفي فقط بدعوات لإقفل عدوان المستمر على الشعب الفلسطيني أو على لبنان بدأت قمم الجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1945 لكن حصيلة ما يصدر عنها لم يخرج بشيء سوى الدعوة والتأييد والترحيب والمطالبة والاستنكار والإذانة دون تسجيل تحرك عربي مشترك يوقف ما تستنكره الجامعة وتدينه بعد سبين عاما على إقراره تنبهت رئاسة الجامعة العربية إلى أن ميثاقا جديدا لها سيتم عرضه في القمة القادمة ليمثل الجيل المعاصر من المنظمات الدولية لكن طرح المثاق الجديد نسفت المملكة المغربية الأمل به في تعزيز فعالية الجامعة عربيا وفي كل ما تشهده المنطقة العربية هذه الأيام من أحداث جسام لا يبدو الجامعة العربية تأثير واضح فحتى مفاوضات السلام في سوريا واليمن التي تدعو لها الأطراف الدولية لا تستقبل الجامعة دعوة لحضورها حتى ولو بصفة مراقب وهو ما يشير صراحة إلى عدم فعالية الجامعة التي باتت تنظر اليوم الذي يعلن فيه عن وفاتها رسميا الآن هذه انتقال إلى آخر الأخبار الرياضية مع الزميلة إناس مرحبا إناس أهلا أسامة أسعد الله أوقاتكم أحبتي أخبارنا الرياضية بعد الفاصل أهلا بكم أكدت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أن اجتماعا موسعا جمعها مع وزارة الشباب والرياضة لمناقشة محاور عديدة من ضمنها إجراء تعديل جديد على قانون الأندية الرياضية وأوضحت اللجنة أن الاجتماع شهد الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارتي الشباب والرياضة والداخلية المشكلة في زمن وزارة الشباب والرياضة السابقة للقضاء على مكافحة الشغب بالملاعب فضلا عن التأكيد على عدم استغلال الوزارة للأراضي لغير الجنس المخصصي لها تقيم اللجنة الأولمبية العراقية عند الساعة السادسة مساء غد الأثنين في فندق المنصور ميليا احتفالية لتكريم وفد المنتخب الأولمبي بكرة القدم الذي حصد بطاقة التأهل إلى أولمبيات ريو دي جانيرا وقال المدير التنفيذي للجنة الأولمبية جزائر السهلاني أن الاحتفال سيشهد حضور نخبة من أبرز نجوم الكرة العراقية خلال الثلاثة عقود المنصرمة فضلا عن عدد من الشخصية الرياضية والإعلامية أكد عضو اتحاد الكرة يحيى كريم أن الاتحاد يواجه انتقادات شديدة دون أن يعي أحد حجم الضغوطات التي يتعرض لها خلال عمله وقال كريم أن التداعيات التي خلفتها دعوة اللاعبين للمنتخب الأول ليس للاتحاد أي علاقة بها أنما كانت من صلبي عمل الجهاز الفني وأضف أن رئيس الاتحاد عبدالخلق مسعود اتصل أبو المدرب يحيى علوان وأشرح له عدم منطقية دعوة هذا الكم لمبارتين قريبتين ولا بد من الاستقرار على القائمة حقق فريق أربيل انتصارا مهما على ضيفه النجف بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من المجموعة الثانية لدور الكرة الممتاز وسجل هدفي الفوز اللاعبان أحمد عبدالأمير في الدقيقة السابع عشر فرحان شكور في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر اللقاء بهذا الفوز تقدم أربيل للمركز الثالث برصيد لثلاث وعشرين نقطة بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة الثالث والعشرين أيضا وضعته في المركز الخامس كشف مدرب كرة السماوة محمد علواش عن تواصله لاتفاق مبدئي مع إدارة النادي لتجديد عقده للموسم المقبل بعد النجاح في إبقاء الفريق في الدور الممتاز وقال علواش أن رئيس النادي أكد ليانا الموسم المقبل سيشهد وجود استثمارات لنادي السماوة سيتم التعاقد مع لاعبين محترفين لتدعيم الصفوف الفريق وأضاف أن إدارة أندية الكهرباء وأكربلاء والكرخ عرضت عليه تدريب فرقها في الموسم المقبل تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الكرخ مع المدرب محمد النجار للإشراف على تدريب فريق النادي كرة السلة خلفا للمدرب بلال هاشم وباشر النجار مهمته في إعداد وتحضير الفريق لمباريات الحسم بدور السلة الممتاز يوم أمس السبت ستكون المباراة الأولى له أمام فريق الشرطة في السبع والعشرين من الشهر الجاري على قاعة الشعب المغلقة أسبق للناديين الشرطة والكرخ أن تبدل الفوز في مبارتين المرحلتين الأولى والثانية من بطولة الدور الممتاز لهذا الموسم اختتمت على ملعب نادي سمراء الرياضي بطولة أندية محافظة صلاح الدين للمتقدمين لبناء الأجسام بمشاركة ستة أندية وحل نادي سمراء في المركز الأول برصيد 1442 نقطة تاركنا المركز الثاني لنادي صلاح الدين بما احتل نادي بلد المركز الثالث حسب تقييم اللجنة المشرفة على البطولة إذ حصل مدارب نادي سمراء ومنتخب صلاح الدين مصطفى الشهابي على قبول الحاضرين والجمهور لما قدمه للنادي والمحافظة أخيرا قرر الاتحاد العراقي للمصارعة إلغاء نتائج انتخابات الاتحاد الفرعي لللعبة في محافظة واسطة التي أقيمت في الأسبوع الماضي لعدم توفر الشروط القانونية والإدارية الخاصة بالانتخابات وأكد اتحاد اللعبة أن الانتخابات التي أشرف عليها عضو الاتحاد المركزي نصير عبود لم يحضرها ممثل قانوني فضلا عن عدم تبليغ ممثلية اللجنة الأولمبية المحافظة بموعد الانتخابات بوقت مسبق وعدم توفير الأمور الإدارية والموافقات الرسمية بإجراء الانتخابات من الاتحاد المركزي شكرا لكم أحبتي هذه عودة لأسامة بعد الفاصل شكرا لك إناس ختم هذه النشرة أحبتي نذكر بأبرز ما جاء فيها من عنوين الجبوري يبحث مع الصدر الإصلاحات الحكومية المرتقبة والأحرار تهدد بالنزول للشارع في حال وصول الإصلاحات لطريق مزدود توقف الاشتباكات في الفلوجة إثر اعتقال داعش للعشرات من أبناء العشار وتعزيزات عسكرية تصل المدينة تمهيدا لإقتحامها بعد عرض قناة المدى وثاق تثبت سرقته وزيرة الصحة تعلن العثور على المصدر المشع في البصرة ارتفاع حصيل التفجيرات منطقة سيدة زهنة بلا ستين قتل والمعارضة السورية ونظام يستعدان لقبول هدنة المؤقتة قدمنا لكم نشرة الأخبار من المدى شكرا لكرام المتابعة للقاء اشتركوا في القناة